السلام عليكم شباب الصف الثلاث العدادي ان شاء الله نرده نحل مع بعض اختبار تراكمي رقم اثنين حتى الدرس الثاني الوحدة الولى تعالوا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بصلاة والسلام على رسولنا الكريم رقم واحد بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة رقم واحد اذا كانت سين تساوي ثلاثة وخمسة وسبعة المجموعة ثلاثة وخمسة وسبعة وكانت عين علاقة على سين فإن العلاقة التي تمثل دلة من بين العلاقات الآتين خلي بالك ده بيان علاقة احنا عندنا مخطط سهمي ومخطط بياني وبيان علاقة شرط بيان العلاقة انه كل عنصر من عناصر سين يكون ظهر كمسقة اول مرة واحدة فقط يعني التلاثة دي تكون ظهرت كمسقة اول مرة واحدة فقط والخمسة مرة واحدة فقط والسبعة مرة واحدة فقط لما نبص هنا على المسكة الأول هنلاقي الثلاثة و هنلاقي الخمسة بس مش هنلاقي السبعة هنلاقي الثلاثة تاني ظهرت مرتين طيب يا مستر السبعة هي؟ لا انا اشترطت عليك تكون ظهرت كمسكة أول طالما الثلاثة ظهرت مرتين يبقى غلط او الثلاثة ما ظهرتش برضو غلط اشوف اللي بعدها الثلاثة اهي مستر جميل و بعدها الخمسة اهي مستر قاوت و بعدها السبعة يبقى هي دي من غير ما تكمل لكن لو بصيت على جيم و ده هتلاقي الثلاثة مرة و الخمسة مرة السبعة مظهرتش اذا لو بصيت على ده هتلاقي الثلاثة ظهرت مرة واحدة لا ده تلاثة مرة والخمسة والسبعة مظهرتش يبقى لازم تكون فاهم هتفكر ازاي لو بيان علاقة رقم 2 بيقول لي إذا كانت سين تساوي المجموعة 2 فإن سين 2 يعني عايز يضرب 2 دي و 2 دي يبقى تدينا الزوج المرتب 2 و 2 فين الزوج المرتب 2 و 2 اللي هي دي رقم 3 بيقول لي إذا كانت سين تساوي المجموعة 2 و 1 و سات تساوي المجموعة 3 و 5 فإن الزوج المرتب 3 و 5 ينتمي ليه سين درب صاد ولا سات درب صين ولا سين 2 ولا سات 2 عشان تعرف الزوج المرتب ينتمي ليه شوف كل واحد فيهم موجود فيه شوف المسقط الأولاني ده موجود فيه التلاتة دي مستر موجودة في السات جميل والخمسة دي موجودة فيهم برضو في الصاد يعني صاد درب صاد اللي هي صاد 2 أو صاد أس 2 واللي ينطبق على المثال ده ينطبق علي مثال تاني رقم 4 بيقولي الزوج المرتب سين أس 2 و صاد أس 2 حيث سين لا تساوي صفر و صاد لا تساوي صفر يعني ما ينفعش يكون صفر أي رقم غير الصفر يقع في الربع خلي بالك و طالما قس 2 يبقى الناتج دايما موجب لأنه سالف في سالف بموجة ولو موجة كده كده هيبقى موجة و صاد قس 2 برضو هيبقى موجة موجة و موجة يبقى الربع الأول ما فهاش نقاش رقم 5 بيقولي إذا كان ألف زائد به يساوي ألف به يساوي 5 فإن ألف قس 2 به زائد ألف به قس 2 يساوي هنا لو تلاحظ تقدر تاخد الألف به عمل مشترك عشان تاخد عمل مشترك لازم تسمع الألف به في الحالتين فالألف قس 2 على ألف بألف والبه تتكنسل مع البيه يرضيع مع بعض زائد ألف تضيع مع ألف به قس 2 على به ببه الألف به بخمسة والألف زائد به برضو بخمسة خمسة في خمسة خمسة و عشرين رقم 6 بيقولي إذا كانت سين تساوي واحد و ثلاثة و خمسة عين دل على سين بيان عين يساوي ألف و ثلاثة به و واحد و خمسة طالما دل يبقى لازم كل عنصر من عناصر سين يكون ظهر مرة واحدة فقط كما سقط أولا فلازم الواحد دي ظهرت خلاص يبقى لازم معي الألف والبه دول يكونوا العددين الفضلين اللي هم الثلاثة والخمسة طب ثلاثة زائد خمسة بكام ثلاثة زائد خمسة بتمانية نيجي برقم اتنين إذا كانت سين تساوي واحد و اتنين و ثلاثة و اربعة و صاد تساوي اتنين و ثلاثة و عين تساوي سبعة و اتنين فأوجد سين تقاطع صاد ضرب عين وبعد كده رقم اتنين سين فرق صاد ضرب عين طيب نركز معنا سين تقاطع صاد يعني المشترك ما بين سين و صاد ايه المشترك ما بين سين و صاد المشترك يعني اللي موجود هنا وهنا اللي اتنين والثلاثة و مصطر مصبوط ضرب عين عين اللي هي السبعة و اتنين بعد كده اعمل اتنين و سبعة اتنين و اتنين تلاتة و سبعة تلاتة و اتنين بس ضرب دي كارت عادي خالص رقم اتنين بيقولي بقى سين ناقصات يعني مصطر سين ناقصات او سين فرقصات اللي احنا بنقولها دي سين فرقصات يعني اللي موجود في سين مش موجود في ساو ايه اللي موجود في سين دي مش موجود في صانت اللي هما الواحد والاربع طيب ضرب عين عين اللي هي سبعة واثناء بعد كده هعمل بق واحد وسبعة واحد واثناء اربعة وسبعة اربعة واثناء بس كده ايوه لازم تكون فاهم العمليات على المجموعات اللي هي التقاطع والاتحاد والفرق نجي الرقم الثلاثة بيقول لي اذا كانت سين تساوي نص واحد صفر سالب نص سالب واحد صاد تساوي واحد اتنين صفر سالب واحد سالب اتنين وكانت عين علاقة من سين الى صاد حيث ألف علاقة مع به تعني العدد ألف هو المعكوس الضربي للعدد به معكوس الضربي حيث يفكر يعني ما معكوس الضربي تعال فكرك بالمعكوس الضربي إن لو عندنا واحد على الثلاثة المعكوس الضربي بتاعها اللي هو الثلاثة على واحد لو عندك واحد على خمسة او اتنين على خمسة المعكوس الضربي بتاعها خمسة على اتنين طب لو عندي سبعة ماهو السبعة دي كأنها على واحد يبقى المعكوس الضربي واحد على سبعة طب لو عندي واحد المعكوس الضربي بتاعه واحد طيب يا مصدر ايه هو المعكوس الجمعي بالمرة المعكوس الجمعي هو عكس الاشارة يعني ايه يعني لو عندي خمسة عكسة سلب خمسة لو عندي تسعة عكسها سالب تسعة لو عندي سبعة عكسها سالب سبعة لو عندي صفر عكسه زي ما هو الصفر ليه لأن الصفر لموجب ولا سالب محيط جمع عرفنا كده المعكوس الضربي ايه تعال نكمل بقى بيقول لي لكل ألف تنتمل سي وبه تنتمل سا اكتب بيان ع خلينا واحدة واحدة كده بيان ع معكوس ضربي يعني نص عكسها اثنين والواحد عكس واحد والصفر الصفر ليس له معكوس ضربي لأن الصفر صفر على واحد عكس واحد على صفر ما لهوش معكوس ضربي السالب نص تبقى سالب اثنين على واحد السالب واحد تبقى سالب واحد ازاي ما هي تعال بقى بيقولك مثلها بمخطط سهمي ادي سين وادي سا هنكتب هنا على نصر سين اللي هي نص واحد صف سالب نص سالب واحد وهنا واحد اتنين صف سالب واحد سالب اتنين بعدين اعمل كده اوصل المخطط السهمي بتاعي النص مع الاتنين الواحد مع الواحد السالب نص مع السالب اتنين السالب واحد مع السالب واحد وبين هل عين دلة ام لا هقوله لا ليست دلة ليه يا مستر شانا قلتلك لو في عنصر ما ظهرش يبقى بازت علينا كده مش الصفر ده ما ظهرش كمسكة اول ايوه وما خرجش منه سهم واحد الى عناصر صاد ايوه ففي الحالتين ما ينفعش اقوله كده لان عنصر صفر لم يخرج منه سهم الى صاد او لم يظهر كمسكة اول في بيان العلاق او ليس له صورة في صاد ايا من دول كلك صح وكده يا شباب يكون انتهى الاختبار ترقومي رقم 2 اتمنى تكونوا استفدتم من الشرح متنسوش يا شباب دعموكم باللايك وشير وسبسكرايب شير في كل مكان في الجروبيات مع اصحابك عشان المحتوي ينتشر وقناة تكبر بيكم ويديه يحمسنا ويحمسنا احنا نكمل ونستمر متنسوش لو عندكم تعليق او اي كومنت على الشرحة او على الستايل الشرحة او اي حاجة تسيبوا لي في الكومنتيات عشان نطورها وشكرا وسلام الله عليكم